السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي على قناة ووصفات ام ادم وكريم كنتمنى ان شاء الله كيف العادة تكونوا في احسن الاحوال وانتم ما كاتشاهدوا هاد الفيديو فاليوم غدا نحضر معكم عجينة دي الميني بيتزا اللي كتجي اكتر من رائعة ما غدين تحتاجوا لانكم تعجنوا ولد لكم غدين نحضرها معكم في الخلاط الكهربائي وما تبطن هدرو على البيتزا فغدا نحضر معكم كذلك صلصة دي البيتزا كتجي اكتر من رائعة وكتجي حسن من هذيك اللي كنشري جاهزة وبمقادر المتفرعتنا في البيت وكتجي رائعة جدا فانتمنى ان شاء الله الفيديو دي اليوم انه ينال اعجابكم كيف العادة ما تنساوش اللي عزيكون الفيديو تشجعوني بلايك ديالكم وتوصلوا ل الفيديو الاكبر عدد من اللايكات فيلا نخليكم مع المقادير والطريقة وفرجة ممتعة فبسم الله على بركة الله بنسبة المقادير دي العجينة الميني بيتزا غدا نحتاج عندي هنا تقريبا الاربع كؤوس ديالدقيق الفورس او الفارينة بالنسبة الكمية ديالفورس غدا نقول لكم بالتدقيق فاش نبدأ نحضر معكم الوصفة عندي هنا زوج كؤوس ونصف ديالدقيق الفينو او لدقيق القمح الصل عندي ملعقة صغيرة ديالملحة ملعقة كبيرة ديالسكر سانيدة او للسكر حبيبات ملعقة كبيرة ديالخميرة الفورية او الخميرة حبيبات وغدا نحتاج عندي هنا يا للزعتر او للوريكانو غدا نحتاج منه تقريبا واحد الملعقة صغيرة وغدا نحتاج نصف لتر ديال الحليب يكون دافي مع ست ملاعق كبيرة ديال زيت الزيتون فعلى بركة الله كناخد هنا يا الكاز ديالخلط الكهربائي كنوضع فيه هدك نصف لتر ديالحليب كمك لكم خاصو يكون دافي كنضيف عليه هدك الملعقة الكبيرة ديالسكر سانيدة او للسكر حبيبات مع الملعقة ديالخميرة الفورية وكنضيف هدك الدقيق ديال الفينو او لدقيق القمح السلم صافي وكنطحن هد المكونات او اللي كنخلطهم وحد دقيقة حتى الزوج دقائق حتى كنسجموا لنا هد العناصر مزيان مزيان مع بعضهم وكنجيب هنا يا الاناء اللي غدا نخلط فيه العجين ديالي كنصف فيه الخاليط الاول اللي حضرت وغدا نضيف عليه باقي المكونات اللي هي الملعقة الصغيرة ديالت الملحة غدا نضيف شوية ديال الزعتر كما كنت لكم تقريبا واحد الملعقة صغيرة ديال الزعتر وهناي هاد بنسبة الاضافة ديالت الزعتر بإمكانكم تستغنوا عليها لما كنتو كنتو كنتبغيوها تبعان في العجينة بإمكانكم تستغنوا عليها وكما شفتو ضفت ست ملاعق كبيرة ديال زيت الزيتون سابقا نخلط هاد المكونات بالملعقة وكان بقا نضيف الدقيق شوية بشوية في اللول كان بقا نخدم غير بالمعلقة حتى كي يبل يرخالت بأنه بدأ كي يحقاد وكي يتقال عاد كنكمل باليدين كما شفتو هنا بعد ما دخلت الكمية اللولة ديالت الدقيق كنعود نضيف الكمية الأخرى وكان بقا نخلطها مزيان حتى كتنساج مني مع باقي المكونات فبالنسبة الكمية ديالت الدقيق فحتاجي الاربع كؤوس ديالت دقيق الفورس اولى الفارينا الكؤوس يكونوا ممسوحين ما يكونوش بومبي اولى عامرين وبالنسبة لكم رح كتشوفو على حسب النوعية اللي عندكم مواش كتشرب اولا لا مهم كتبقا تضيفه شوية بشوية حتى كيتجمع لكم العجين وخاصه يكون شوية مرخوف كيلتصق شوية في اليدين ماشي بالزاف عوالتانية عند ابنك يكون شوية كيلتصق في اليدين فاخديته ووضعته في قصة حلعة مثلا قندل له بهذا الشكل هذا باش كنتأكد بأن هادوك المكونات كاملة نساجموا ما سيبقاوش عندي هادوك التكتولات ديالت ديالت دقيق لا ما كان لكم حتى شي حاجة كنخدمه فقط وحد العشرة ديال التواني كما كليكم باش خنتأكد بأن المكونات كاملة نساجمت مع بعضها صافي وكنجيب بلاستيك غدائي ونغطي العجين ديالي ونخليه كيف يفتح واحد المدة دياله ربع ساعة على بالماندوز ده بنحضر معكم السلسة ديالبيتزا اللي غادي نحتاج لها هنا عندي طماطم بالنسبة لكمية ديالت الطماطم رها كتبقى اختيارية اللي غسلتها بطبيعة الحال وكناخدها تنقطحها بهذا الشكل هذا بنخليها بالقشرة ديالها بهذا كل لوب ديالها اللي في الداخ نخليها يعني باكاملة ما تنزولوا لها حتى شي حاجة كيف كتشوفو كنقطحها بهذا الشكل هذا وكنوضعها في طبق اللي كيدخل للفران فغدا نستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة ديالتماطم كنقطحها وغدا نضيف عليها هنا يا من بعد ما كملتها غدا نضيف عليها ثلاث فصوص ديال التوم اللي بالقشرة ديالهم فاغسلتهم كنوضعهم بالقشرة ديالهم كنضيف عليها شوية ديال الزعتر فكيف كنعرفو السلسة ديالتماطم او لصفر سلسة البيتزا كتجيب معها او لكيتواتم معها الزعتر ضفت شوية ديال زيت الزيتون وتقريبا واحد الملعقة صغيرة ما تكونش عمرها بزاف ديال الملحة وهنا درت واحد لسات الوريقات ديال سيدنا موسا وصافي غدا ناخد هاد المكونات هادو غدا نوضعهم في الفران اللي سبق لي وشعلته على ميتين دراجة غدا نخليها واحد لمدة ديالربوع ساعة حتى العشرين دقيقة رها ما كتتخد بزاف ديال الوقت باش توجد هنا صافي مبعد ما كتكون طابت هذيك ما تيشى كنزول هادوك الوريقات ديال سيدنا موسا وكنجيب الكاس ديال الخلال الكهربائي كنوضع في هادوك الفصوص ديال توم هادوك ثلاثة فصوص ديال توم طابعة الحم بعد ما كنزولوا ليهم القشرة ديالهم تكونوا طايبين رابسوه لكتزول هادوك القشرة وكنضيف عليهم هادوك الطماطم كاملة بهادوك شي كامل اللي فيها بالزيت بالسلسلة اللي تلقاتل هنا بكل شي سبقوا هادو نطحن هادو المكونات كاملة مع بعضها هنا يا بغوتوا تطحنوها مزيان كيف مادرت لها ا انا عندكم الاختيار بغيتوا انكم غير تهرمشوها يعني كتخليوها شوية كتخليو يعني ماطيشة باينة فعندكم الاختيار انا هنا طحنتها مزيان يعني احتولت ما كيبقاوش هادوك الطروفة ديال الماطيشة كيبانو سوفي وضعتها هنا في كاسرولا وذاك الشي اللي بقاليا في الكازير خلط الكهربائي ضفت عليه واحد شوية ديال الماء وضفتو على ماطيشة فما تخافوش لانو ما زل غادين غادين شحروها فغادا تشرب لنا هادوك هادوك الماء اللي ضفنا لها وضفت قري قريبا وحل الملعقة صغيرة الزعتر اضفت كذلك شوية ديال لبزر الوفل اول الفلفل اسود اضفت كمية من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة تحميرة اول الفابريكا وملعقة كبيرة ديال مركز طماطم اول ما تشجل الحك ونخلط هادوك المكونات مزيان مع بعضهم ونوضعهم على نار اللي تكون متوسطة فهنا من بعد ما خلطت السلسل قزبي انه مازال خاصها شوية ديال لون وضفت ليها مرة اخرى ملعقة ديال ماتيشة ديال الحك اول مركز طماطم ودرت كذلك شوية الملحة لان نلقتها نقصة في الملوحة سوف نخلطهم مرة اخرى ونخلي الصلصة ديالي واحد المدة ديال الربع ساعة احتكت شحر مزيان اوك تختار وبالنسبة لكمية ديال الماتيشات الحق راتي يبقى على حسب النوعية ديال الماتيشة اللي استعملته وهدلك على حسب الكمية سوف نخلي هنا الصلصة ديالي كالطيب ندوز للعجين من بعد ما كيكون ارتاح بطبيعة الحال فقد نجيب السكين ونبدأ نقسم فيه فقد نقطع الستة ديال الاقسام من بعد غدا نبدأ كنشكل فيه الكويرات نستعن بكمية قليلة بزاف ديال دقيقة الفورس اولى الفارينة الى بلية العجين بانه كيلتاسق ما تكتروا شوء الى تعدبكم في الخدمة يبقى العجين كي يعني كيزلق لكم فوق سطح العمل سوف نستمر هكا حتى كنشكلهم كاملين من بعد كنرش سطح العمل بشوية ديال دقيقات باش كنحط عليه هدوك الكويرات باش ميلتاسقوش لنا ونغطيهم ببلاستيك غدائي ونغطيهم كذلك بوحد المنديل ونخليهم كيرتاحوا من نس ساعة حتى الربعين دقيقة وصافي من بعد ما كيرتاحوا الكويرات مزيان فكان اخد دائما اول كورة شكل لانها كتكون ارتاحت كنرش سطح العمل بالفورس او الفارينة وكان بدأ كنطلق في العجين ديالي فحاولوا تطلقوه يكون رقيق لانه من بعد كيزيد كينتافخ في الفراع وكنجيب هنا يا شوكا او اللايلة كتعدكم هذيك الالة باش كيتكو باش تختصروا بها الوقت وكنتكو العجين دياليكم مزيان مزيان كيف كتشوفو راك نتكها مزيان وكنجيب القطاعة باش غدا القطاع هنا يبغى تدروا الحجم بهذا الشكل هذا عندكم الاختيار ويبغى تدروا اسخر كذلك عندكم الاختيار صافي وكنقطع العجين ديالي بهذا الشكل كيف كتشوفو راك يجيو رائعين وكنجي الفورما ديالهم قاد يعني ما كيجيو شعوجين صافي كنناخدهم ونوضعهم في صافي حالي فرشت فيها الورق ديال الفورم وكنعود هنا بنفس طريقة كنرش دائما سطح العمل بدقيق الفورس او للفارينة وكنطلق العجين ديالي حتى كتولي الكويرة رقيقة كيف ما قلت لكم صافي وكنجيب شوكا وكنتكها مزيان من جميع الجوانب باش ما تنفخش ليا في الفران وكنجيب القطاعة ديالي ونقطع بهذا الشكل هذا بالنسبة لكم اللي بغى تخليوا هاكا تديروا بيتزا اللي تكون بحجم عائلي فتقدروا تخليوا هاكا بلا ما تقطعوها بالقطاع عندكم الاختيار سوف نستمر حتى كنكمل كمية اللي عندي كاملة وبالنسبة لذلك العجين اللي كنزوله او للفائد ديال العزين فالعجين عفوا فكنعودو نعجنوه بهذا الشكل هذا وكنشكله منو كويرة نغطيها بالبلاستيك الغدائي ونخليها على جنب فعلى بل ما كنثملو الكمية الاولى كتكون ارتاحة وحتى هي كنطلقوها وكندلو لها نفس العملية من بعد ما كملت هنا الطاولولة عمرتها سوف ندخلها الفران اللي سبق لي وسخنتو على ميتين دراجة فالفران ديالكم خاصو يكون سخون على ميتين دراجة هي ياخدو لنما بين ربا حتى الخمسة ديال الدقايق فقد نطيبوهم فقط نس طيبة وهذا هو الشكل نهائي للوصفتين اللي حضرت معكم اليوم كيف كتشوفو هادو الميني بيتزان بعد ما كيوجدوه فركيعة وكمية اللي تبارك الله لا بأس بيها كي يجيوا رائعين فكن طيبوهم فقط نس طيبة كما قلت لكم كي ياخدو النما بين ربا حتى الخمسة ديال الدقايق فالفران وهدي السلصان اللي بعد ما كتكون وجدات هذا هو الشكل ديالها كتجي رائع وبنينة بزاف هذا الزعتر اللي قدرت معها تقدرون انتم تعودوه بالريحان او للحباق فحتى هو كيتواتى بزاف مع هاد السلصة هادي انا ممتوفرش عندي فعودتو بالزعتر هنا يا غادي نوريكم الابتو تحتفظو بهم في فتلاجة فقدروا يعني تقريبا ثمانية حتى التسعود او العشراء على حسب الكيمية اللي بغيتون تومها وقدرواها في البلاستيك الغدائي وكتغلفوها بهذا الشكل هذا وتحتفظو بها في المجمد وكذلك بالنسبة للسلصة ديال الطماطم فقدروا حتى هي في بلاستيك بطبيعة الحنبة لما كتكون بردات فقدرواها في بلاستيك ولا في علبة وكتحتفظو بها في المجمد كي يجيوا رائعين تبارك الله ومدقها هذه السلصة كتجي بنينة بزاف وكذلك هاد العجين ديال مني بيزا كي يجي ناجح فلا غادي يقول لي مو اعتمد عندكم غير جربو غادي يقول لي مو اعتمد عندكم ان شاء الله في هات الشهر الفاديل ديال رمضان فانتمنى ان شاء الله الوصفتين اللي قدمت لكم اليوم انهم ينالوا اعجابكم وكيف العادة ما تنسوا تشجعوني بلا كتيركم لعجبكم فيديو وبنسبة الناس اللي كي يزوروا قناتي اللي اول مرة فضلا وليس امرا تشتركوا في القناة وتضغطوا على زل الجرس باش يوصلكم الجديد فوصلت النهاية للفيديو شكرا لكم بزاف على المتابعة ومتلقى بكم ان شاء الله مرة اخرى على قناة ووصفات اوم ادم وكريم مع السلامة اشتركوا في القناة